عظمت بقى النيني في الموتش ده ايه؟ اي مساحة احنا بنروح نفتحها عادة انت بتسيب المساحة دي لان انت بتروح في الوفانسف فبتسيبها للدفانسف هو بيروح بقى يغطي المساحة دي لو شفنا بقى ارقام النيني حتلاقي ان هو طريبا مفيش يعني مساحة في الملعب وهو مغطاش نهاردة الله هو اكبر علي النهاردة النيني كان مطمني كان مريحني اللي هو في كل شبر في الملعب بص اهو انت لسه بتقول اهو احنا جبنا مربعات الملعب دي حتى مدربين بيقسموها كده طبعا مربعات فشوفوا في كل مربعات الملعب في كل جزء في الملعب هو تقريبا كمالية ده استلام الكرة يا كريم ده الجريد بتاعت استلام الكرة بص استلام في كل مساحة الملعب ملاها مركز سبعة اللي هو على الجنح اليمين او مركز او مربع حداشر على الجنح الشمال او طبعا كان عليمين افتر اشتا كان بيغطي محمد صلاح اكتر صحيح يعني بص في المراكز اللي هو غطى فيها محمد صلاح مستلم 7 و 6 في الهوفي سبيس مستلم 2 و 1 و 4 حتى في الناحة الوجومية مستلم تحت 3 عن ناحة اللي هو يستلم من عمر كمال عبد الواحد غطى المسيحة كلها لو نشوف كمان اللقطة الى بعدها او نشوف الاحصال الى بعدها دي تمريرات محمد النيني بص يا كريم اللقطة الوحيدة او التمريرتين الوحيدة اللي تقطعوا منه هم التمريرتين اللي تعاملوا طوليا للوينج تقطعوا منه اللي هي بالسهم الاحمر ده طلع من الاخضر رايحة الأحمر ومقطوع. لكن باقي التمريرات كلها تمريرات صحيحة. خمسين تمرير منها تمانية منهم تمانية واربعين تمرير صحيحة. الله. ومن الخمسين تمرير دول اربعة واربعين شورت باس. وانا عايز بس ارجع للصورة دي تاني. يا تبكلمني في ارقام توني كروز. ارقام هايلي جدا. ارقام يعني ارقام لعبين عالميين يعني. طب احنا كنا بناخد عليه يا كريم على طول. فكرة ان انت بتلعب عرضي بس. لا انا عايزك تبص على الاسهم على طول رايحة لقدام. على طول الاسهم بص. الاخدر ده هو النيني واللي بيتعمله السهم الاحمر ده هو تي شيرت منتخب مصر. دايما السهم لقدام. دايما السهم طالع لقدام. دايما السهم رايحة للكرة لقدام. فيه طبعا بسات عرضية او بسات للخلف. ولكن اغلبية التمريرات وهو ده اللي النهاردة تفوق فيه. انه بتزق المنتخب لقدام شوية وهو ده اللي ابدع في النينية. لو شفنا كمان الصورة اللي بعدها. هتشوف ده تحرقاته في الملعب عاملة ازاي. الراجل خد الملعب كله رايح جاي حتى اللي هو المساحات اللي عن ناحي الشمال دي هي ممكن ما تكونش بتاعته بتاعت عمر السلية. لكن هو واضح انه هو تمركز بشكل كويس. انا قلت النهاردة يعني جري ما يقلش عن 15 كيلو النهاردة. اه طبعا هو لعب 126 ديئة اجمالا بالدقائق بدل الضعب كل حاجة. دي الهيتماب بتاعته بتوضح حد دي انه هو تقريبا كان مالي مساحته بشكل كويس. وهو كمان ابدع النهاردة في حتة انه هو ادي. دي الاماكن يا جماعة اللي كان موجود فيها طول الوقت محمد النيني. خلي بالك كريم النهاردة هو لعب تقريبا مركزين. هو لعب ستة ولاعب تمانية. كتير. والسر ان نجحنا النهاردة السلسف نص الملعب هو التناغم ما بينهم. لقطات كتيرة جدا. تعال نشوف ارقام محمد النيني. اه. ارقام محمد النيني كانت ارقام عظيمة. فيها ارقام اه ارقام عيني. شايفها بقى؟ يعني اه شايفها التمرات زي ما قولنا. خمسين تمرية منهم اربعة اربعين تمرية صحيحة. قطع الكرات استلام الكرات. بيوضح حد ان هو كان متواجد عشان يستلم الكور بشكل كويس. وان هو يساعد المنتخب. سلسي نص الملعب كان اركاسترا. ستةAr Lilay. الاميةn تمرية ارقام. الامية الثانية بيطلعين؟ اللي triang시�ا v은 6 وتمانية anni quatro. بالضبط استيب Annie大使. السؤال لها ب 6 و8. يعني اللي Continuar ب 6 و8 يا انني لها ب 6 وتمانية. تليدي ايام واضح جدا ان funding is to block me. ايا اي تلاتة بيودها في النص هو ما بيلعب ال 6 وتمانية. حتى عبدالله سعيد حتى عبدالله سعيد شفته قبل كده 6 و 6 صحب? عبدالله سعيد المستحيل للعبه عبدالله سعيد. بس هو شايف أن التلاتة لازم يلعبوا شتة وتماني خلي بالك برضو لأن التلاتة عندهم كرة كويسة يعني أنت التلاتة ما عندكش مشكلة فيهم أن أنت تطلع بالكرة عليهم لو أنني لو مثلا سنتر باكين عبد المنام وحاجاز يفتحوا وابتدى الستة ينزل تحت يستلم ما عنديش مشكلة أن الحامدي هو اللي ينزل يستلم أو السلية أو النني اللي هو ينزل يستلم فالفلويد فوتبول اللي اتحصلت ما بين السلية ونص الملعب هي اللي ادت المساحات اللي احنا شفناها